اشتركوا في القناة راتب خيالي لحمد الله في الاتحاد 2000 درهم لساعة الواحدة ترى اعلان ادارة ندي الاتحاد السعودي برئاسة انمار الحائلي تعقده مع الدولية المغربي عبدالرزاق حمد الله لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر مفاجأة من العيار التقيل بعد فسخ هذا الاخير عقده مع النصر خلال شهر نوفمبر الماضي كشفت صحيفة الاقتصادية عن راتب حمد الله من الاتحاد خلال الثمانية عشر شهرا وهي مدة العقد مؤكدة ان هذا الاخير سيحصل على عشر ملايين ريال سعودي من الاتحاد السعودي وهي مليارين ونصف سنتيم مغربي وأوضحت الصحيفة ذاتها ان حمد الله سيتقاد سنويا ما مجموع ست ملايين وسبعمائة الف ريال وفي الشهر خمسمائة وتمانية وخمسون الف ريال ما يقارب مئة وخمسين الف دولار امريكي اي في الساعة ثمانمائة وسبعة وعشرون ريال مئتين وعشرين دولار امريكي وكان النصر السعودي قد اعلن فسخ عقده مع حمد الله في الثلاثة وعشرون نوفمبر الماضي لأسباب قال عنها العالمية انها قانونية ومشروعة وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عاجل حاكم زياش يعود مجددا للمنتخب المغربي علم موقع سبورتسات من مصادره الخاصة ان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نجحت في انهاء الصراع القائم بين النخب الوطني وحيد خالي لوزيتش ونجم تشيلسي حاكم زياش والذي تسبب في ابعاد هذا الاخير لمدة طويلة عن مباريات المنتخب المغربي وتوصل موقعنا بمعطيات حصرية تفيد بعقد الشماع بين هالي لوزيتش وحاكم زياش رئيس الجامعة من اجل رأب الصدع وانهاء الخلاف الحاصل بينهما لما فيه مصلحة للمنتخب المغربي لاسيما فذل اقتراب موعد كاس امم افريقيا الذي يعول عليه فوز القجع بشكل كبير من اجل حفظ ماء وجهه امام المغاربة وشكل استدعاء حاكم زياش للقائمة الاولية للمنتخب المغربي تأكيدا على قرب عودة لاعب تشيلسي الانجليزي الى تشكيلة المنتخب المغربي بعدما غاب عن توقفين دوليين الحوثين عموتة يوافق على تدريب الريان القطرية كشفت تقارير اعلامية مغربية عن وجود اتفاق شبه نهائي بين النادي الريان القطري والمدين الفني لمنتخب المغرب الرديف الحوثين عموتة وذلك ما يبرر قرار بقائه في قطر رغم اقصاء المغرب من بطولة كاس العرف في فقطر 2022 وحسب صحيفة الصباح المغربية فان عموتة سيكون الاسم الذي يخلف المدير الفني الفرنسي لوران بلان مع الريان القطرية بعد سلسلة من المفاوضات واللقاءات بين الطرفين خلال الايام الاخيرة المصدادات اشار الى ان الاتحاد المغربي لكرة القدم لن يقف عقب امام رغبة حوثين عموتة في الاشراف على تدريب نادي الريان القطري بعد قيادة المغرب بداية العام الجاري للتتويج ببطولة افريقيا لللاعبين المحليين ثم الوصول الى ربع نهائي مصابقة كاس العرف في فقطر 2021 وبالرغم من ان عموتة رفض الادلاء باي توضيحات في هذا الصدد رغم محاولات موقع وينوين التواصل معه في اكتر من مناسبة تتضارب التقارير الاعلامية بخصوص وجهة المدير الفني المغربي يوسف بليلي يقترب من الانتقال لاوروبا اصبح اللاعب الجزائري يوسف بليلي على مشارف العودة لاوروبا خلال الاسابيع القليلة المقبلة وذلك بعدما اصبح لاعبا حرا في الساعات الماضية واعلن نادي قطر فسخ عقد صاحب 29 عاما بالتراضي بين الطرفين لينهي رحلة قصيرة لم تدم لأكتر من عام مع الفريق وبحسب موقع فوت ماركاتو الفرنسي فان بليلي اصبح على مقرب من العودة للدور الفرنسي في يناير الثاني المقبل واشار الموقع الاهتمام عدة اندية بالتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري على رأس سانت ايتيان ومونوبوليها الفرنسيين رغم حلمه باللاعب لأحد اندية الدوري الاسباني ولم يسبق لبليلي خوض تجربة احترافية في اوروبا لكنه امضى عاما ضمن صفوف الفريق الرديفة بنادي انجيها الفرنسي ويستعد الجناح الجزائري رفقة باقي زملائه في منتخب الخضر لمواجهة تونس السبت في نهاية كأس العرب الفين وواحد وعشرون بانون ضمن قائمة الاهل امام الرجع ضمت القائمة التي اعلن عنها الجنوب لفريق بيتسو موسيمانو مدرب نادي الاهل المصري لكرة القدم الدولي المغرب بضربانون وذلك لمواجهة رجاء الرياضي البيضاوي الاربعاء المقبل في كأس السوبر الافريقي في العاصمة القطارية الضحى يشار الى انه في اطار تحضير الفريق المصري لهذه المواجهة خاد مبارتين وديتين حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله وحقق الفوز على سموحة بخمس اهداف مقابل هدف واحد يذكر ان الرجاء يخوض مباراة السوبر الافريقي بوصفه بطل الكونفدرالية والاهلي بصفته بطل دوري ابطال افريقيا ميبامبي الاولية هذا الموسم الفوز بالالقاب وليس تسجيل الاهداف قال الفرنسي كيليان ميبامبي مهاجم باريسان جرمان ان الاولوية بالنسبة له هذا الموسم هو الفوز بالالقاب التي لم يتمكن من حصد الموسم الماضي الذي حقق فيه نجاحا فرديا كبيرا بتسجيله اكتر من اربعين هدفا واقرى المهاجم الشاف مقابل مع المحطة التلفزيونية لباريسان جرمان بان عام 2021 كان رائعا على المستوى الفردي ولكنه لم يتمكن من الفوز خلالها مع فريقه بالدور الفرنسي او دوري ابطال اوروبا وقال ميبامبي في النهاية تتساءل عن معنى تسجيل خمسين هدفا اذا لم نفز لذا فيمكنني القول انني افضل الان ان اثجل اقل واصنع تمريرات حاسمة من اجل الفوز بالدوري ودوري ابطال وتابع بالتأكيد الانجازات الفردية جيدة ولكنك لا تستمتع بها اذا لم تفز وببناء عليه فان الهدف الاهم الان هو الفوز بالالقاب واقر ميبامبي بان الاحصاءات مهمة بالنسبة له لانها باقية ولكن من اجل صناعة التاريخ لا يكفي عامل الاحصاءات بل اعتقد انه يجب خلق العاطفة وعندما سأل عما اذا كان من الصعب الحصول على احصائية جيدة عندما يكون محاطا بالعديد من اللاعبين الحاسمين اجاب قائلا انها مسألة توازن اعتقد انه عندما يكون لديك لاعب رائع حولك فان افضل شيء هو ان يكون سعداء لانك ستستفيد ايضا حتى ولم تسجل فانك ستستمتع وستفوز بالالقاب الرجاء يتفادى اداء 80 مليون بعد تغيير طائرة سفره الى قطر تفادى فارق الرجاء الرياضي اداء مبلغ 80 مليون سنتين بعد قرار تغيير طائرة سفره من لارام الى العربية بالنظر الى التمنى الذي اشترطته الشركة المغربية بالمقارنة مع الشركة التانية واشترطت لارام الحصول على مبلغ 200 مليون لتوفير طائرة خاصة لبعتة الفارق الاخضر للسفر الى قطر وهو ما رفضته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على اعتبار انها ستساهم بمبلغ 80 مليون وسيكون الرجاء مطالبا باداء مبلغ كبير واتفق الرجاء والجامعة مع شركة الطيران العربية على اداء مبلغ 120 مليون سنتين فقط مقابل كراء طائرة للفارق وستؤدي الجامعة مبلغ 80 مليون والاتحاد القطري سيؤدي قيمة سفر 25 فردا من بعثة الرجاء بينما سيؤدي الرجاء المبلغ المتبقي ترجمة نانسي قنقر